موسيقى من اول انتخابات حصلت في النادي سنة 1916 وقانون النادي بينص على اجراء انتخابات كل جامعية عمومية يعني ايه الكلام ده يعني كل سنة بتتعمل الجامعية العمومية لمناقشة تقرير نشاط النادي والالعاب والانشاءات ومناقشة ميزانية العام الماضي والارادات والمصروفات ويتم اعتماد الموازنة المالية للعام الجديد في نفس الجامعية بيتم انتخاب لجنة عليا جديدة للنادي او زي ما تغير اسمها بعد كده مجلس ادارة جديد مش معنى كده ان كل سنة كان بيكون في رئيس جديد للنادي او اعضاء مجلس ادارة جدد لا غالبا كان بيتم اعادة انتخاب نفس المجلس بكامل اعضاؤه الا لو واحد اعتذر او واحد توفي المهم ان الانتخابات كانت بتتم سنويا في النادي سنة 1953 حصل اول تعديل في مواد انتخاب مجلس الادارة واتغيرت مدة رئيس النادي ومدة مجلس الادارة وانظام انتخابه ما هو تعديل اللوايح والقوانين امر معتاد في الرياضة وغيرها لموجب التطورات العصر ودايما النادي الاهلي كان بيعدل اللايحة تبقى للمتغيرات الرياضية والاجتماعية اللي بتحصل في حينها ما هو ما ينفعش اللوايح تفضل جمدة ولا تلب المتغيرات كتير من الاعضاء اقترحوا تعديلات للوايح وشكل النادي لجنة لبحث كل مقترحات الاعضاء وتم عرض كل التعديلات المتاحة على مجلس الادارة اللي حدد يوم 6 فبراير 1953 جمعية عمومية غير عادية لمناقشة التعديلات كانت التعديلات المطلوبة على لايحة النادي كتير اوجي لكن يهمنا منها تعديل مهم جدا يخص مدة المجلس ورئيس النادي وزي ما قلنا انه من اول جمعية عمومية للنادي سنة 1916 ومدة المجلس كانت سنة واحدة وبيتم انتخاب مجلس ادارة النادي سنويا بعد مناقشة الميزانية في الجماعية العمومية في الجماعية العمومية غير العادية اللي انعقدت يوم 6 فبراير 1953 تم تعديل ليحة النادي كما يلي المادة 18 بعد التعديل تصبح كما يلي تنظر الجمعية العمومية العادية المسائل الاتية تقرير مجلس الادارة عن حالة النادي الادارية والمالية والرياضية والاجتماعية اتنين الحساب الختامي عن السنة الماضية ومشروع ميزانية السنة المقبلة وتقرير مراقبي الحسابات ثلاثة ما يقدم من الاقتراحات اربعة انتخاب رئيس النادي لمدة عامين خمسة انتخاب اعضاء مجلس الادارة لمدة عامين وتسقط بعد العام الاول عضوية نصف الاعضاء بالاقتراع ويجرى الانتخاب لشغل المراكز التي خلت بالاقتراع ثم يسقط النصف الثاني بعد مضي عام اخر ولا يجوز اعادة ترشيح العضو اكثر من مرة على التوازن يعني ايه كلام ده اولا بالنسبة الرئيس النادي هيكون انتخابه كل سنتين دي بسيطة يعني مش هيفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس النادي كل سنة زي ما كان بيحصل قبل كده لا باب الترشح لانتخاب رئيس النادي هيتفتح كل سنتين اما اعضاء مجلس الادارة فنفس الامر هيتم فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس الادارة كل سنتين برضه لكن نظام انتخاب المجلس مختلف شوية هيكون فيه تجديد نصفي لمجلس الادارة يعني هيتم انتخاب المجلس كله ده فاول سنة بعد سنة وقبل ما عاد الجامعية الاممية العادية هيتم عمل قرع بين اعضاء مجلس الادارة عشان نشوف مين نص المجلس اللي هيكمل داخل المجلس والنص اللي ايه اللي هيدخل الانتخابات التجديد النصفي لكن في نفس الوقت عضو مجلس الادارة مش من حق الترشيح لاكتر من مرتين متتاليتين ليحة النادي الاهلي تعدلت اكتر من مرة لكن وده المهم قيام ادارات الاهلي المتعقبة بتعديل اللوايح ما غيرش ابدا من شخصية النادي وده سر عظمة الاهلي